السلام عليكم يا شباب ويا صبايا لينوكس لايت هي توزيعة لينوكس عصرية وانيقة وخفيفة مبنية على أوبونتو وبالإصدار الأخير ستة تم تحديسها بالاعتماد على أوبونتو 2204 هذا معنى أنه حصلت على كافة التحديسات والمميزات الموجودة بالإصدار الأخير من أوبونتو مثل نواة أحداث مثل مكتبات وأدوات بالإصدارات الأخيرة المتواجدة على أوبونتو وهذا الكلام كمان معنى أنه ستكون مدعومة لمدة خمس سنين على الأقل بس على خلاف التوزيع الأم أوبونتو اللي بتستخدم الواجهة الرسومية أو الديسكتوب انفيرومنت جنوم فاللينوكس لايت بتستخدم XFCE الخفيفة وهذا الشي بيجعلها خيار مناسب للأجهزة اللي ضعيفة ذات المواصفات المنخفضة بس هذا الكلام مو معنى أنك ما فيك تستخدمها على جهاز بمواصفات محترمة بس إذا كان في عندك كمبيوتر قديم وما بيدعم إلا معمارية 32 بيت فهي التوزيع غير مناسبة إلك لأنه بالأساس ما بتدعم غير معمارية 64 بيت والشي الثاني المختلف بينها وبين أوبونتو غير أنها ما بتستخدم جنوم ألا وهو أنها بشكل افتراضي شائلة أو حازفة كل الدعم لحزم السناب وهذا الكلام اللي بعض المستخدمين لينوكس ومنهم أنا رح يشوفوه نقطة إيجابية لأنه في كتير من الأسباب اللي ما بتخلي سناب هو مدير الحزم أو طريقة الباكيجينج الأفضل على لينوكس وهلأ باعتبار أنه مباشرة دخلنا بموضوع السناب فخليني أحكي عن العيب الأكبر بهذه التوزيع ويمكن هو العيب الوحيد لأنه صراحة بعد استخدامها لمدة عدة أيام ما لقيت أي شي سلبي فيها باستثناء أنها بتستخدم كروم يعني توزيعة لينوكس تستخدم كروم هذا الأمر لا يمكن غفرانه هلأ ما في أي شي غلط مع كروم وأغلب الناس باعتبار أنه هي التوزيع هي بالأساس موجهة للمستخدمين الجدد يعني اللي جاية من ويندوز أكيد بيكون 99% من الحالات عماله يستخدم كروم فهذا الأمر ممكن أنه الواحد يتفهمه بس نحنا باعتبارنا جماعة لينوكسية فنحنا بنفضل البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر وبعالم المتصفحات أنا في عندي فاير فوكس في عندي كروميوم في عندي بريف يعني كروميوم وبريف هي بالأساس كروم بس بدون إضافات جوجل فنحنا بنفضل البرمجيات الحرة كروم برنامج محتكر ما لازم يكون موجود على أي توزيع لينوكس نقطة من أول السطر وبالنسبة لتثبيت التوزيعة فهي باعتبارها مبنية على أوبونتو فهي عمالها تستخدم نفس طريقة التثبيت الموجودة بأوبونتو الطريقة مطابقة تماما أنت إذا نسبت أوبونتو ولو لمرة واحدة بحياتك فأكيد ما رح تواجهك أي صعوبة بتثبيت هاي التوزيعة أما إذا كنت مستخدم جديد وهي أول مرة بتثبيت توزيعة لينوكس بحياتك فممكن أنك تروح وتشوف الفيديوهات اللي عملتها إما عن تثبيت ومراجعة أوبونتو أو عن تثبيت لينوكس مينت ليس نسخة ديبيان لأنه هذول الاتنين بيشرحوا لك كيف ممكن أنك تثبت التوزيعة خطوة بخطوة وأكيد الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف ومثل ما بيحكي على طول قبل ما تروح تفرمت جهازك وتحذف الويندوز وتثبت هاي التوزيعة وبعدين تكتشف أنها غير متوافقة مع الهاردوير اللي عندك فلينوكس لايت مثلها مثل غيرها من توزيعات لينوكس بتسمح لي أني أعمل عملية تجربة للتوزيعة من الفلاش مباشرة عن طريق البيئة الحية وهذا الشي اللي لازم أنك تعمله حتى تختبر الهاردوير اللي عندك عندك كرت شاشة معين من انفيديا عندك كرت شبكة عندك كرت صوت عندك أي وصلات إضافية فجربها بالبيئة الحية قبل ما تروح وتثبت هاي التوزيعة بشكل دائم وطالما أنه عملنا نحكي على الهاردوير فلينوكس لايت بيعدي بارها مبنية على أوبونتو فهي أكيد رح تجي مع أداة أوبونتو اللي أنا بيستخدمها بالعادة لحتى أعمل عملية البحث عن متثبيت الدرايفرات للهاردوير الموجود عندي مثل كرت شاشة انفيديا إذا في عندي كرت شبكة غريب إلو تعريفات محتكرة فهي أداة الأديشنال درايفر ممكن أني أستخدمها لحتى سبت هاي التعريفات وعلى اللابتوب اللي عندي ما واجهتني أي مشكلة أبدا بإني سبت تعريفات انفيديا على الكرت اللي عندي اللي هو 1050 Ti وكرت الشبكة أو الواي فاي كمان اشتغل بدون أي تدخل مباشر مني فبس بمجرد أني حطيت كلمة السر كان في عندي واي فاي شغال 100% اللابتوب اللي عندي هو لابتوب HP وبالنسبة لدعم الفني على Linux Lite فأنا في عندي منتدى خاص بهي التوزيعة في عندي الـ Documentation ممكن أنك ترجع لها أنك تفتح موضوع جديد لمشكلة عمالها تواجهك لحتى تلاقي الحل الخاص فيها إذا ما لقيت الحل على منتديات Lite فممكن أنك ترجع لأي منتدى Ubuntu اللي معبي الإنترنت بشكل كبير لحتى تدور على الحلول لأنه أكيد رح تلاقي الحل بأحد منتديات Ubuntu وهالتوزيعة الكربوجة بتجي مع عدد لا بأسفي العدد المناسب من البرامج اللي ممكن أني احتاجها بحياتي اليومية فلا هي بلوتد مع كل شي ممكن أنك تلاقيه بالمستودعات ولا هي خام ما فيها أي شي فهي بتجي مع حزمة Office بتجي مع آلة حاسبة بتجي مع متصفح ملفات بتجي مثل ما حكينا بالبداية مع المتصفح اللي هو الكروم بدي أكد على هاي النقطة لحتى يحاولوا أنهون يغيروها بتجي يعني مع الأمور اللي بتلاسم اللي بتناسبني لإني أعمل مهامي اليومية وحتى بتجي مع Game بتجي مع VLC وطبعا أنا ممكن أني نزل أي برنامج تاني إيسا كنت بعرف كيف بنزل البرامج هلأ رح نحكي عن هاي النقطة بعد شوي وأكيد ما فيني ما أذكر أنه هاي التوزيع مثلها مثل كل توزيعات Ubuntu بتجي مع مميزات الأمان أو خصائص الأمان والسيكيوريتي الموجودة بكل توزيعات لينوكس مثل الأب آرمر مثل الفايرول دي وليس الـ UFW بحالة الجدار الناري ما بيكون مفعل بشكل أوتوماتيكي بعد ما ثبت التوزيعات ولكن عملية التثبيت عملية التفعيل بتتم بضغط الزر وحدة هلأ رح نحكي عنها وقت اللي بنوصل للأمور المميزة أو الخاصة بلينوكس لايت وهلأ باعتبار أنه أنا ما في عندي واجهة GNOME فبشكل طبيعي متجر GNOME ما له موجود على هاي التوزيعات طيب كيف بنزل برامجي؟ أنا في عندي برنامج هو أقدم من جنوم أو من متجر GNOME بكتير وهذا البرنامج بيشتغل بشكل حصري مع توزيعات ديبيان مع توزيع الديبيان والتوزيعات المبنية عليها ألا وهو الـ Synaptic Package Manager اللي هو عبارة عن واجهة أمامية أو واجهة رسومية للأبت والتعامل مع هذا البرنامج بغاية السهولة أنا كل اللي لازم أني أعمله بس أني أعمل عملية بحث بخانة البحث عن البرنامج اللي بدي سبته بعدين بحدد المربع الموجود على يسار اسم البرنامج إذا كان البرنامج موجود على مستودعات أبت بعدين رح يعطيني confirmation إنه رح ينزل dependencies إذا كان هذا البرنامج فيه إلو أي برامج إضافية ملحقة وبعدين بس بيضل علي إني أضغط على زر apply والسينابتك رح ينزل لي هذا البرنامج مع dependencies الخاصة فيه بغاية البساطة بغاية السهولة والسرعة ما في عندي لا رسومات ولا أي شيء تاني بس مجرد أسماء البرامج والdependencies هاد كل شيء أنا بديه من أي متجر تطبيقات وطبعا هلا أنت إذا بتحب الجايمينج وفي عندك كمبيوتر أو لابتوب بيتحمل الألعاب فالمنصات اللوترس الستيم كل الأمور الخاصة بالألعاب الواين كل هاي الأمور ممكن أنك تنزلها على linux light وتستخدمها للألعاب وتلعب لعبتك المفضلة وإذا حكينا عن الشيء اللي بيجعل من هاي التوزيعة مميزة أو مناسبة للمستخدمين الجدد فهو إنها بتجي مع عدد من الأدوات والبرامج المطورة حصريا لهي التوزيعة اللي كلها إذا عملت عملية بحث عنها بالترمينال اللي رح أحكي عنها بعد لحظات رح تلاقيها اسمها light dash وبعدين اسم معين فواحد من أهم هاي البرامج أو الأدوات اللي هو مع هذا البرنامج ممكن أن يغير كتير إعدادات وأشياء بهاي التوزيعة لحتى تكون مناسبة لإحتياجاتي وللهاردوير عندي وأنا إذا كنت عمل إشتغل على لابتوب فضمن هاي التويكس رح لاقي موجود عندي برنامج الـ TLP أو أداة الـ TLP اللي حكيت عنها بأحد الفيديوهات اللي بعد ما ثبتتها بس بضغطة زر ما في عندي أي تعقيدات هو سبب بس أنا حددتها وهو سببتها وفعلي إياها وهذا الكلام يعني حسن عمر البطارية بشكل كبير وكمان من الأدوات التانية المخصصة لهاي التوزيعة لللينوكس لايت في عندي مثل ما حكيت إمكانية أني فعل الجدار الناري بضغط الزر واحدة أو أرجع إلغي تفعيله بضغط الزر واحدة في عندي إمكانية أني ضيف ويدجت على سطح المكتب اللي بتعطيني بتعطيني نسبة الشحن بتعطيني استهلاك الرام بتعطيني بعض المواصفات اللي هي فعليا الكونكي بس عملي لها إضافة بسيطة أو أداة بسيطة لحتى أني فعلها وإلغيها بضغط الزر واحدة في عندي إمكانية أني ضيف مستخدمين أحزف مستخدمين ضيف المستخدم لمجموعة أحزف المستخدم من مجموعة ففي عندي يعني مجموعة أدوات متكاملة فريق لينوكس لايت تعبانين عليها بشكل يعني فعلا متعوب عليها لحتى تكون موجهة للمستخدم الجاي جديد من ويندوز بالتحديد أما إذا أنت كنت من الناس اللي بتحب المغامرة واللي بتحب أنها تعيش بالتيرمينال فأكيد لينوكس لايت ما رح تخيب أملك أبدا فهي بتجي مع تيرمينال XFCE بس في إلها كالر سكيم مخصص في عندي شفافية للنافذة في عندي بتستخدم هي باش بس مع الباش رح يجي نازل عندي الباور لاين اللي رح يعطيني كومند برومت مخصص غير الشكل التقليدي الناشف اللي ما في أي حياة ورح يكون تفاعلي يعني أنا إذا كنت موجود ضمن ريبو رح يعطيني إني موجود ضمن ريبو إذا كان هذا ريبو كل هاي الأمور رح يعطيني إياها بفضل الباور لاين فإذا كنت مالل من توزيعك لينوكس اللي عندك وحابب أنك تعمل نيسترو هابينج أو كنت مستخدم ويندوز وعمالك تفكر بالانتقال للينوكس فلا تترنتد أبداً من أنك تجرب لينوكس لايت بإصدارها الأخير وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر